هذا وتوسط رئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ووزير البترول طارق الملة وعددان من الوزراء والمسؤولين بشركة النصر للكيمويات الوسيطة جاء ذلك عقب الجولة التفاقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر بالعين السخنة بالسويس صدت تحالف شركتي بيتروجات المصرية وتزين كوب الألمانية